طبتم وطابة أوقاتكم أهلا بكم في الغوار هنأ سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بايدن على فوزه الأخير في الانتخابات الأمريكية وقال إن المملكة لديها أيضا مساعي وجهود لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل امبعاثات الكربور وقال سموه في تصريحات حديثة إن عودة إنتاج ليبيا لن تؤثر على استقرار الأسواق وإجراءات العزل أيضا الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في إبريل الماضي وأكد خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر بوظبي الدولي للبترول إن الرهان على مرونة أوبيك بلس رهان آمن كما حذر سموه من أزمة معروض محتملة في المستقبل إذا استمر توضاع السوق الحالية وأنه يشعر بالقلق كثيرا إذا استمر الوضع حاليا كما هو عليه الحال حتى عام 2023 خصوصا في ظل انخفاض الاستثمارات يتوقع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوركين عودة الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا خلال العامين أو الثلاثة المقبلة ووفقا لماذا ذكرته رويترز أشار سوركين إلى أن الطلب على النفط سيواصل النمو لما لا يقل عن 10 إلى 15 عاما المقبلة كما أضاف أنه من السابق لأوانه النقاش حول تأثير ترقية وزير الطاقة إلى نائب رئيس الوزراء على العلاقات مع أوبيك لازالت ردود الأفعال مشاهدين تتوارد بعد فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بخطته المتعلقة بالتحول إلى الجرين انيرجي أو الطاقة الخضراء الدكتور أنس الحجي المختص في الطاقة تحدث عن سبب خوف الصناعة البترولية من فوز بايدن دعونا نتابع صناعة النفط سواء الأمريكية أو العالمية هي صناعة جمهورية وبالتالي دائما صناعة النفط تدعم المرشح الجمهوري فكان شيء طبيعي أن تقف صناعة النفط مع ترامب ضد بايدن وكان طبيعي أن تنزع صناعة النفط من فوز بايدن الخوف الأساسي الذي عبروا عنه خاصة الرؤساء الشركات من فوز بايدن هو منعه للتنقيب عن النفط في المياه الفيدرالية البحرية في خليج المكسيك لأن أكبر المشاريع الأساسية هي هناك ولكن التخوف من قراره بمنع التكسير الهيدروليكي في الأراضي الفيدرالية لا يؤثر كثيرا في أسواق النفط حاليا أو في إنتاج النفط الأمريكي لأنه يركز على المشاريع الجديدة فقط ولكن له أثر واضح في المستقبل لأن النمو النفط الصخري في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير الآن على جنوب شرق ولاية النيو مكسيكو وهو الجانب الغربي من حق البرميان هناك الآبار غزيرة وكثيفة الإنتاجية أو عالية الإنتاجية وصناعة تحاول أن تركز عليها فإذا منع التكسير الهيدروليكي هناك فإن هذا سيأثر على مستخبر الصناعة وليس حاليا بشكل عام كما ذكرت فإن صناعة النفط هي صناعة جمهورية لذلك هم غير سائدين بفوز بايدن ولكن ما عندهم مشكلة في التعامل معه كما تعاملوا معه سابقا عندما كان في حكومة أوباما أو كان جزء من إدارته موجود في إدارة كلينتون سابقا وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق بايدن لخطته قال أنس الحجي لا يمكن أن يحقق بايدن كل أحلامه التي أطلقها في حملته الانتخابية لا يمكن لبايدن أن يحقق أحلامه أو كل ما قاله في حملته الانتخابية لنوضح للمشاهد فكرة هامة في موضوع بايدن بايدن سيدعم الطاقة المتجددة وسيقدم الأموال الطائلة لدعم الطاقة المتجددة ولكن الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح لن تؤثر في الطلب على النفط لسبب بسيط أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تستخدم في إنتاج الكهرباء ونسبة الكهرباء المنتجة أو المولدة من النفط هي بحدود 1% فقط لذلك لا أثر لها في الطلب على النفط الأمل الآن أو هو الوضع الأمثل لصناعة النفط الأمريكية والعالمية أن يكون الرئيس بايدن وأن يكون مجلس الشيوخ تحت السلطرة الجمهوريين أخبار الغوار لهذا اليوم انتهت حتى الملتقى أترككم في رعاية الله